موسيقى السلام عليكم متابعين رقمي احنا اليوم في لندن لتغطية اطلاق هاتف اونر 10 اللي هو امامي زي ما انتم شايفين التغيير كبير من اونر 9 اللي نزل السنة الماضية طبعا فيه النوتش وهو واضح يعني معظم الشركات الان صار يجي تليفون بالنوتش النوتش طبعا اصغر من الموجود في الايفون اكس لكن طبعا الفرق الاساسي انه فيه بصمة اسفل الشاشة طبعا المنطقة تحت الشاشة صغيرة جدا لكن يعني واضح انه يعمل بشكل ممتاز البصمة وفيه طبعا فيه كبر على الشاشة نحاول نصوره اللي ممكن انه ينشال زي ما حنا شايفين باش راح نشيله لهم تليفون صراحة جميل تليفون صراحة جميل خنوطي بس الاضاءة شوي طبعا اللي بيفتخروا فيه اونر اكتر شي هو اللون وتغير اللون اللي هو هذا اللي معنا الفانتوم بلو وفيه الفانتوم غرين تغير لونه من الازرق الى البنفسجي مع لمسة اخضر قليلا وفيه اللون الاسود التقليدي برضو بالماء بشكل لامع زي ما تشايفين لكن بتصور الاخضر والازرق فانتوم الالوان الاجمل والمختلفة طبعا المشكلة الاساسية البصمات بواضحة بشكل كبير انا رب تحكي انه حيكون فيه غطى في الصندوق حيث انه ما تبرجيش البصمات طبعا التليفون من ناحية الحجم ممتاز لليد واحدة وسهل الاستخدام جدا بليد واحدة الشاشة بحجم 5.84 الهواوي P20 5.8 ففيه فرق جدا صغير فاصل صفر اربعة بس عمليا نفس حجم او قطر الشاشة وتقريبا هي فول اج دي بلس من ناحية الـ اي بي اس ال سي دي شاشة جيدة جدا النوت طبعا حكون ممكن يتم اخفاءها والكبسات اللي تحت ممكن يتم اخفاءها بحيث انك تستخدم بس الزر البصمة طبعا فيه او ارتجاج عند لمسه الاشياء الاساسية المهمة تعرفها في التليفون طبعا هي الكاميرات اللي ورا 24 و 16 ميجا بيكسل وطبعا الكاميرا الامامية 24 ميجا بيكسل نفس الموجودة في الهواوي بي 20 الكاميرا طبعا تستخدم الـ اي 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 لتعرف على الاشياء طبعا حاطين انه هنا عدة اشياء ممكن استخدمها التصوير ممكن نجربها بعدين بحيث انه تورجي الطريقة التعرف على الاجسام بيستخدم طبعا الكارين 970 الموجود بالهواوي بي 20 البطارية 3400 ميلي امبير وبتدعم الشحن السريع الهاتف طبعا اكثر شيء مهم فيه هو سعره نسخة الشرق الاوسط 128 جيجا بايت سعة التخزين و 4 جيجا بايت الرام بتيجي في سعر 1699 ريال سعودي تقريبا 460 دولار فهذا السعر يعتبر ممتاز من حيث اذا قررنا من الاداء الموجود في الجهاز انا شايفه جدا انيق حوافه انيقه النوتش انيقه الحجم ممتاز الوزن ممتاز طبعا يفترض انه الاداء ممتاز بالنسبة للفئة السعرية طبعا بنافس الجالاكسي يمكن ايت 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 وبعض الهواتف الفئة المتوسطة لكن بتصور انه انر اقنعونا في التليفون لحد الان طبعا لازم نجربه اكثر ونرجعلكم نحكي لكم رأينا فيه من بعد استخدامه كان معكم نادر احمد من رقمي وشكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة